ازمة خانقة في المشتقات النفطية اصبحت حديث الشارع في العاصمة صنعاء حيث حولت الميليشيا تلك الازمة الى موسم تجاري تجني فيه ارباحا طائلة فاحتياز شاحنة الوقود في مدينة الحديدة غرب البلاد وتخزين كميات كبيرة منها في احواش واماكن خاصة وعدم ضخها للسوق المحلية كلها عوامل تنذر بكارثة انسانية وبوت محقق للشعب المغلوب على امره مشكلة المشتقات النفطية الان في العاصمة المختطفة صنعاء اكثر الاسباب له العايد اللي تعود لها الازمة الحقيقية الان في المشتقات النفطية بسبب تلاعب التجار المستوردين لغرض انشاء او استثمار او تكبير او تعظيم السوق السوداء لغرض زيادة القبايات ورفض قباهاتهم مصادر عدة تؤكد عن اسماء قيادات حوثية تتحكم باسعار النفط لتعود تجارة المشتقات النفطية بمليارات الدولارات لمشرفي وقيادات الميليشيا الحوثية منظمة هيومن رياتسووتش في تقرير لها اواخر العام 2017 اكدت بان ميليشيا الحوثي تجني اموال طائلة من السوق السوداء قدرتها باكثر من مليار ومائة واربعين مليون دولار حيث توجد اكثر من عشرين شركة نفطية تستحوذ عليها ميليشيا الانقلاب وتمارس فيها فسادا مهولا يضر بمصلحة المواطن من جهة وبالدولة من جهة اخرى نتيجة اعفاء تلك الصفقات من الجمارك والضرائب التي يفترض ان تورد لخزينة الدولة ما تسبب ذلك في خسارة الخزينة العامة بمليارات الدولارات ذهبت الى جيوب تجاري السوق السوداء